بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه المحاضرة من مقرر ميكانيكا المواعع الثانين الدرس الخامس Introduction to Compressible Flow Part 1 المحاضرة الخامسة كنا قد وصلنا في المرة الماضية بما أنه سرعة الصوت في Ideal Gas تساوي جذر الكي في R في T مع معرفة أن الكي هي Specific Hit Ratio and R هي Specific Gas Constant زي ما قلنا ما هي Universal Gas Constant يعني يونت حقتها Joule Per Kilogram Kelvin و T Absolute Temperature of the Flow at the Point Concerned بالطبع درست حررتها بالK هنا في الحصة هذه نحن نبدأ بتعريف إيش؟ بتعريف الماك نمبر الماك نمبر هذا معطى عشان إيش؟ عشان إنميز به هل إن الجسم الذي تم دراسته سرعته أسرع من الصوت أو أقل من الصوت؟ فإذا تم تعريفه هنا ماك نمبر على أنه Speed of the Flow سرعة سريان الماء على إيش؟ Speed of sound يعني سرعة الصوت In the fluid at the flow temperature طيب هنا عندي أربع حالات إما يكون ماك نمبر أقل من واحد يساوي واحد أكبر من واحد أو أكبر بكثير من واحد فهنا في كلمات تختصر الأمر هذا فإذا قلنا إنه ماك نمبر أقل من واحد فهذا يعني إيش؟ إنه Subsonic Flow أو ما دون الصوت لو قلنا إنه ماك نمبر يساوي واحد فهذا يعني إيش؟ إنه سرعة الفلو تساوي سرعة الصوت وهذا يسمى Sonic Flow لو كانت ماك نمبر أقل أكبر من واحد فهذا يساوي Supersonic Flow أو ما يعبر عنه Supersonic Flow يعني إيش هنا؟ ما فوق سرعة الصوت لما يكون ماك نمبر أكبر بكثير من نمبر من واحد فيسمى Hypersonic Flow هنا سرعة أكبر بكثير من سرعة الصوت فلو هنا في المساء الأعطي لكم أو في بعض المراجع أو أي شيء أي من الكلمات هذه فمباشرة تعبر لك على تواجد ماك نمبر في أي مكان مقارنة بالرقم واحد هنا رح ندرس إيش؟ رح ندرس إنه سرعة الجسم مع تواجد الجسم هذا على إيش؟ على تحرك V فبداية اعتبرنا إن Source أو مصدر الصوت هنا ثابت بما أنه مصدر الصوت ثابت هنا فاللاحظ إنه فيه هنا Propagation of Wave أو انتشار للموجات بصفة دائرية لا تتنقل طيب الفقر الثانية أو الرسمة الثانية افترضنا إنه الجسم يتحرك بسرعة V على اليمين فإذن لما يكون الجسم بداية في المكان هذا رح يولد لي إيش؟ يولد لي موجة ثم بعد دلتة تي يتنقل الجسم إلى المكان هذا يولد لي موجة ثانية ثم بعد دلتة تي ثانية ينتقل لي إلى المكان هذا يولد لي موجة ثالثة فهنا إيش اللاحظ؟ اللاحظ ثلاث أشياء لما كان الجسم هنا في النقطة الأولى فإذن فيه هنا عندي الموجة اللي باللون الأحمر واللي ديامتر حقيتها ثري سي دلتة تي ليش ثري سي دلتة تي؟ لأنه قلنا إنه الموجة تتنقل بسرعة سي في إيش؟ في ثلاثة أزمنة يعني ثري دلتة تي بالنسبة للموجة الزرقاء المركز حقيتها هو النقطة الثانية ويكون ديامتر حقيتها هنا إيش شباب؟ طبيعي جداً هنا رح يكون ديامتر حقيتها سي في ثنين دلتة تي أو ثنين سي دلتة تي الموجة الأخيرة اللي هي بالأسود يكون مركزها النقطة هذه الثالثة ويكون ديامتر حقيتها بما أنه استغرقت زمن دلتة تي يكون سي في واحد دلتة تي أو دلتة تي فقط فهذا ديامتر حقيت الموجة لما يكون بسرعة V هنا أيضاً يجدر الملاحظة أنه سرعة الجسم هنا يتنقل بسرعة أقل من سرعة الصوت فإذا هنا يلزمني ندرس الحالة الثالثة وهي في الرسمة العليمين لما يكون سرعة الجسم أكبر من سرعة الصوت فهنا رح تعترضني أشياء جديدة زي إيش؟ زي المك أنجل وزون أوف سيلنس أند مك كون فهنا زي ما نلاحظ بداية كان الجسم هنا بعد دلتة تي تغير مكانه هنا بعد دلتة تي أخرى تغير مكانه هنا بعد دلتة تي أخرى تغير مكانه هنا بداية الديامتر حقيت هذه العادة هو ثري سي دلتة تي حقيت الزرقاء ثو سي دلتة تي أن حقيت السوداء هنا واحد سي دلتة تي لكن هنا زي ما قلت إيش؟ يظهر لي فينومنا جديد بما أن الجسم يغلب سرعة الصوت أو يتفوق على سرعة الصوت فهنا إيش اللاحظ؟ اللاحظ أن الجسم هذا لما تنقل من المكان هذا إلى المكان هذا فهو تقريبا وصل إلى الموجة بعد دلتة تي لكن هنا بعد دلتة تي تكون الموجة الأولى دائما حقيتها إيش؟ واحد دلتة تي يعني ما يعادل الوحدة السوداء أو الدائرة السوداء فهنا هو سرعته أقصى من السرعة الصوت فهو فاق الموجة اللي أحدثها الصوت حقته ثم نفس الشي في الثانية ثم نفس الشي في الثالثة فهنا التعريف اللي نبغى نشوفوه اللي هو إيش؟ اللي هو ماك أنجل اللي هي حقتنا ألفة تتكون من إيش؟ تتكون من إتجاه إتجاه إيش؟ إتجاه سرعة الجسم مع إيش؟ مع المحاذي لإيش؟ للدوائر الحركة هذه أو إيش؟ أو الموجات الصوتية هذه فهنا راح تكونني أنجل اسمها ألفة الألفة هذه تعرف بإيش؟ سينوس ألفة تساوي سي على في أو واحد على ماك نمبر هنا إن كنت خلصت المحاضرة هذه أود طرح السؤال هنا لما يكون ماك أوف نمبر أكبر بكثير من واحد هل تسمى سابسونيك؟ سونيك؟ هايبرسونيك؟ وإلا إيش آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله